مع زيادة حدة الانتقادات داخل حركة النهضة التونسية بات رئيسها ورئيس البرلمان في مواجهة عنيفة مع القوى والأحزاب السياسية التونسية وحتى من داخل حركة النهضة إذ أعلن عبد الرزاق حسين استقالته من المكتب التنفيذي للحركة رفضا سياسة رئيس الحركة والبرلمان والتي وصفها بالأحادية واتهمها بالرغبة في التوريث لتتصاعد أزمة الحركة التي يتزعمها راشد الغنوشي بعد مطالبات بإقالته من رئاسة البرلمان التونسي وقيادة النهضة أيضا من جانبه رفض الغنوشي دعوات حل البرلمان واصفا معارضي بأنهم لا يحترمون المسار الديمقراطي وإسعونا إلى إثارة التوتر بين مؤسسات الدولة على حد قوله تأتي تصرحات الغنوشي عقب دعوة النائبة في البرلمان التونسي ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى القوى المدنية إلى فك الارتباط بين حركة النهضة وتنظيم الإخوان في البلاد يأتي هذا بعد أسابيع على مطالبة أعضاء في الحركة الغنوشي بالتنحي قبل نهاية العام الحالي في مؤشر على تصاعد حالة الغضب والاختناقات النجم عن طموحات رئيس حركة النهضة حيث دع الأعضاء الموقعون على البيان الصادر عن جبهة تدعى الوحدة والتجديد في مايو الماضي إلى ضرورة عقد مؤتمر الحركة في أجاله القانونية على ألا يتجاوز ذلك نهاية 2020 مع الحرص على ضمان التداول القيادي بما يسمح بتجديد القيادات وواجه الغنوشي حملة انتقادات نيابية عنيفة خلال الأسبوع الماضي أيضا وسطى مطالبات بمحاسبته إثرى تصرحة أدلى بها في وقت سابق تتعلق بدعمه لحكومة السراج في ليبيا وصفها نواب بأنها تعد على الصلاحيات الدستورية للرئاسة التونسية اشتركوا في القناة